أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم حقق حلمك معنا حلمنا مستمر لكن في الفقرة دي الحلم مختلف فن التصوير الفوتوغرافي فن التصوير الفوتوغرافي من الفنون المبهرة للعين والآسرة للمشاعر والخيال بيحتاج لحرفية عالية ورؤية ولمسة إبداعية الصورة بتاخدنا العالم من الإبداع وخاصة لو كان المصور محترف ومتميز دفحل قريتنا النهاردة مصور فوتوغرافي شاب قدر يحاكي الواقع بعدسة الكاميرا ويمنح الطبيعة جمال فوق جمالها ويعيد تشكيل الأشياء برؤية إبداعية خلاقة قدر يصنع من الطبيعة لوحة فنية متميزة جدا دفحل قريتنا النهاردة الفنان الشاب محمد جمال بيكهم مصور الفوتوغرافيا المبدع أهلا وسهلا بيك يا محمد أهلا وسهلا بيك يا محمد أهلا وسهلا بيك يا محمد قرفنا الأول إيه سر كلمة بيكهم هو بيكهم هو لعيب كرة اسمه ديفيد بيكهم في منتخب انجلترا مشهور سبب التسمية ان انا كنت بالعب يعني شابه شوية وانا حبه يعني حبه كشخصية فعشان كان الناس شاب بيتني بيك طيب شابه من ناحية ايه نقول من ناحية الشكل ولا من ناحية الأداء لا ما فيش شكل يعني من ناحية الأداء طب لي يا محمد ماكملتش في الكورة اه اصابات اصابات ملعية طيب نسمع منك بقى حكايتك مع التصوير والفوتو سيشن هو أنا بدأت بدأت تصوير اه انا كنت حابة بأصلا المجال من من زمان بس ما كانش عندي المكاومات ان انا ابدأ يعني فبدأت بتصوير بتليفون عادي لحد دم كان يعني ربنا كلامني شوية وجبت كاميرا تلاتة مئة كانت بسيطة شوية فقلت بقى ان انا اتجي في المجال ده واسيب الكورة شوية طيب نطلع فاصل كده نتفرج على مجموعة صور ليك يا محمد طيب نطلع فاصل كده نطلع فاصل كده نطلع فاصل كده نطلع فاصل اهلا بكم مرة تانية معنا محمد صورك جميلة جدا مبهرة بجد حقيقي صورك رائعة بس واضح من صورك انك عيشق للاماكن والشوارع اه جدا ليه؟ يعني حاجة جميلة انا بحب دايما اللي هو اصور الحاجات المميزة وبالذات يعني الاماكن المعمرية اللي زي حضرتك شفتيها المباني الشوارع اسكندرية او في مصر عمتا ده تاريخ يعني هو تاريخ فلازم يتجدد يعني معظم المصورين دلوقتي بتفضل تصوير الفوتو سيشن عرايس افراح يعني عشان ليها عائد مدي شوية لكن انت اخترت الطبيعة دي هو بسبب حبي للطبيعة عمتا يعني انا اخترتها انا عارف ان هي مش بتدخلي عائد مدي بس هي حاجة ميزتني وانا حاجة حابب ازهرها للناس حاجة مش موجودة في مصر عمتا حاببتها ازهرها وحاببتها اكد يعني حاجات زي دي لازم تظهر تمام طيب لو قلنا لمحمد انت دخل المسابقة النهاردة وهتختار صورة واحدة بس هي اللي هتدخل المسابقة محمد هيختار انهي صورة صورة واحدة ممكن صورة البرق الرعد عشان؟ عشان من قصع يعني من قصع والصور اللي تعرفت فيها جدا ممكن اخذت فيها مدة بتاع 40 دقيقة ده صور عشان اطلع بالنتجة دي عشان تقدر تطلع الصورة كده؟ بالضبط انا 40 دقيقة؟ اه وممكن اكتر كمان؟ لانه يوم من اصعب يعني من اصعب انواع تصوير البرق الرعد لانه بيبقى في قلم يعني في جزء من الثانية ايه دي الفكرة طيب احنا نقول ايه احلى صورة محمد بيحبها؟ او اكتر صورة محمد بيميل لها؟ اكتر صورة بحبها بتاع الشرف ويد ممكن صورة الشرف ويد اللي هو وفاقدي دي قريبة لقلبي طيب والصورة كان محمد نفسه يصورها ومعرفش يصورها؟ ممكن كان فيه موقف كده انا فاكره لحد دلوقت اوه بتاعراج العزوز كان على البحر كان بيعاية بيعاية عشان كان عنده زهيمر وكانش عارف هي رجع بيته فدي ده تقريبا اكتر موقف انا زعلت ان انا ملحقتش ملحقتش هاسجله او صوره وكان عندك الجره انك تصوره؟ لا انا ملحقتش هصوره طب وايه اهم مراحل حياتك في التصوير؟ يعني اكيد محمد المصور النهاردة غير محمد المصور من خمس سنين؟ بالضبط يعني فرقت معاك في ايه؟ فرقت معايا كتير يعني من مراحل ان انا كنت بصور بصور حاجة انا مش فاهم ما عنديش فكرة ولا خلفية دلوقت اختلف اختلف في الخبرة اختلف في المهنية ذات نفسها ان انا دلوقت انا عارف الزاوية اللي انا حاجة صور منها المكان بقى عندي فكرة مش بصور كده وخلص لا انا بقى عندي افكار ان انا اي مكانية حتة عايز صورها بصورها بالطريقة اللي انا عايز ازهرها للناس هي في عقبات بتقابلك كمصور فوتوغرافي في شغلك؟ من في عقبات اكيد بس من اكتر العقبات اللي كان بتقابني هي عقبات مادية العقبات المادية لان انا يعني كنت بادئ سني صغير شوية فعايز يعني عايز ابدأ عايز اشتري معدات وبتاعه وكنت الشغال فهاي دي كانت من العقبات اللي قابدتني جاي لكن دلوقت نقدر نقول يعني جودة الكاميرا وكل ده بيفرق معاك في حرفية الصورة ويبدعها اه جدا يعني الجودة من اهم من اهم مراحل تكوين للصورة هي جودتها طيب كل الناس دلوقتي معاها موبايلات بكاميرات كلنا تقريبا بنصور ايه الفرق بين المصور المحترف والمصور العادي؟ ازاي قادر اقول الصورة دي مصور محترف اللي مصورها؟ ده يعني الفرق بيبان في الرؤية رؤيتك والزاوية اللي انت بتصوري منها يعني عامل ابتكار حالة جديدة يعني انت تكتري زاوية جديدة ممكن مش كواعد تمشي عليها انت ممكن تكسريك كواعد تتلعي بافضل صورة انصورتها في حياتك زي المهنية برضو المهنية بتفرق من المصور للتاني الخبرة الحاجات دي كلها بتفرق من المصور للتاني في جميع المجالات مش المجال اللي انا في بيه حاليا طيب بما انك ضيفنا في جرنامك حقق حلمك معانا تقدر تقول لنا حلمك اللي نفسك تحققه ايه هو؟ هو مش حلمه واحد عمتا بس من احلامي اللي نفسي احققها ان انا اكون مصورة ثاني باقي طيب افتح شركة الدعية واعلانة يعني احلام ان شاء الله ربنا هي قدرك وتحققها واحلام مش بعيدة واحلام طريقة واحلام طريقة بإذن الله ان شاء الله طيب ايه اللي كان نفسك تحققه ودلوقتي نقدر نقول انه بقى مستحيل او صعب على محمد انه يحققه اه اني لعب كورة يعني نفسك ترجع تلعب كورة ثاني؟ لا او انا كان نفسي كمل في مجال الكورة بس ما حصلش نصيبه بسبب الاصابة اللي حصل او بسبب الاصابات ويعني دراسة وكده فقفلت الموضوع ده ما بتحبش تعوض الموضوع ده بالتصوير انك تصور متوشتك كورة مثلا؟ لا او حاليا انا ممتوش بس يعني عوضته كتير يعني تعود بالتصوير عوضني كتير عن الكورة حاجة انا بحبها كمان وهواية يعني هواية شبه الكورة انا حاببها فنجحت فيها الحمد لله طيب تقدر تقول لنا ايه هي ايه هي احلام محمد غير مجال التصوير؟ احلامي في حياتك الخاصة احكينا عن حياتك الخاصة شوية محمد هو انا حابب ان انا اكون دايما متفوق عن غيري متميز مش عايز اكون بقلة حد او حاجة انا شايفها بقلة ده لا حابب ان هو اكون ناجح دايما في مجال التصوير او في اي مجال في حياتي كده بس ليه قدوة في مجال التصوير؟ بكهم طب بكهم في الكورة؟ لا بكهم انا في التصوير بكهم انا نفسك تكون بكهم وانت قدوة نفسك قدوة نفسك طيب يا محمد احنا اعتقد ان انت برده لسه صغير واعتقد ان لسه عندك عقبات تانية مادية يعني اعتقد ان انت قلت ان عقباتك كلها مادية بس؟ هي كانت مادية ودلوقتي؟ دلوقتي دلوقتي الحمد لله يعني كلما الانسان به نجح وبيتطور من نفسه فالعقبات بتقل وكلما الناس بتشجعك اكتر تجيه كفيلة ان هي تخليك تكسري اي حاجز قدامك كويس قوي يعني اي شاب النهاردة بيحلم يكون مصور فوتغرافي لازم يكون معا ادوات معينة عشان يقدر يكون مصور فوتغرافي ولا يقدر يبدأ بحاجات بسيطة؟ لا يقدر يبدأ بحاجات بسيطة او يعني انا دايما بقول ان الكاميرا الى الكاميرا بايدك الى زي اها زي اي زي التليفون انت اللي هتعرفي تطلعي من الالة دي حاجة تخليك تكسري الدنيا وتبقي نكحة وانت برضو اللي هتقدر يتطلعي سرعة عادية فرق في اللي مسك يعني اللي ورا الكاميرا مش الكاميرا طب تحب تقول ايه للشباب اللي بيشوفونا اللي عندهم احلام سواء في مجال التصوير او حتى اي حلم يقدر يحققوا تحب تقوله ايه من خلال تجربتك الشخصية؟ يعني احب اقول لهم يعني ما تيقفش خلي ثقتك في ربنا وفي نفسك خليك مؤمن بكدرتك دايما احلم وصدق حلمك مفيش حاجة بعيدة عن ربنا وطور من نفسك يعني انت لازم عشان تنجح في اي مجال لازم تطور من نفسك تشتغل عن نفسك كتير تعمل حاجة الناس ما بتعملياش تبقى حاجة مميز بيها ما تحاولش تكرن نفسك بغيرك لان يعني كل واحد ربنا ما تديه نقاط ضعف ونقاط كوا ومهم قوي انك تصدق نفسك بالضبط ما انت لازم تصدق نفسك والثقة في الناس من اعام عوامل النجاح انك تبقوثك في نفسك محمد انا عرفت انك كلية اداة بك اسم مساحة اه اتخرجت من اسبوعين بالضبط مبروك مبدئيا ناوي تشتغل مهندس مساحة هو ناوي باذن الله بس قدام شوية هتتفرغ للتصوير الفترة دي بالضبط تفتكر مجال التصوير ده هينفعك في مهنتك مهنتي كمساحة مهندس مساحة لقب بعض يعني المساحة ملاش هلقب التصوير بس هو حاجة انا بحبها ومكمل فيها وحفظا مكمل فيها يعني احنا معنا على الصور دلوقتي نحب ناخد فكرة عنها كده بسيطة نتفرج عليها على الشاشة دي محطة مصر دي اول صورة يعني الصورة دي بحرين شاور على الشاشة التانية احكينا كده عن الصورة دي ده كوبري في ديكابر ده لسه لسه يعني متأهل جديد في اسكندرية طب الصور بتجري محطة الرملة برضو انا عايزك تشرح لي كل صورة عبارة عن ايه ومكانها فين بالضبط دي شرف قائد دي الصورة اللي قلتلك من اقرب الصور العالمي لان المكان بتاعها يعني الصورة تبقى مميزة ان هي فضي تمام كمل يا محمد دي اهو تعالي الهندي في المنشية ده استاد اسكندرية عند باب شر الشجرة العليقة في سانت كاترين دير سانت كاترين محطة محطة مصر نقدر نقول انك واخد معالم اسكندرية لا اطلقتها اه بالضبط يعني انا مسجل كل اهم اماكن في اسكندرية التاريخية الشوارع الحتات دي كلها مسجلة بتاهوى شوارع اسكندرية جدا هي تاريخ يعني مصر كلها حضورة طبعا وبالذات اسكندرية من اقرب المدن القلمي وما صورت اسكندرية بس صورتها اماكن كتير زي؟ زي مطروح صورت جنوب سيناء بالمدن كلها بتاعتها يعني دهب نوابة شرم الشيخ في قرائب كمان هتبقى محافظة جديدة يعني ان شاء الله ايه اكتر صورة في اكتر محافظة حسيت ان هي اقرب لبيتك لمكانك اقرب يعني اللواء يعني انت صورت مرسى مطروح صورت جنوب سيناء صفرت محافظات كتير غير محافظة اسكندرية انت من اسكندرية محمد صح؟ او من اسكندرية ايه الصورة في المحافظة اللي حسيت ان انت لأ متواجد ما طلعتش بره جنوب سيناء مدينة سينت كاترين نعم متا مدينة سينت كاترين من اجمل اماكن لحد ممكن من اجمل المدن كمان على الاطلاق وبعدين فيها روح وتكوز غريبة يعني روح نصية رهيبة يبذت عند الدير فدي من قرب الاماكن اللي نحف بيانا روحة الجمال هناك والجبال هل يتشجع اي مصور انه يطلع ابداعاته كلها هناك فيها يعني ايه المكانة عظمة فعلا اي مصور لو روح هناك يعني حيصور ألف كدر اي مكان تشفيه لازم يتسجل بسرعة يعني رغم انك من مدينة ساحلية لكن ملاحظة ان معظم صورك في الشوارع اكتر منها مناظر البحر والطبيعة لان يعني انت بتصوري تاريخ يعني هو ده ارشيف لي اللي هو ده معنى يعني ارشيف اللي هو انا بصور حاجة انا عايزة تبقى يعني تبقى حاجة ما تنتهيش اللي ايه مش تبقى حاجة منتهية يوم يومين شهر لا تبقى حاجة للتاريخ خمسين سنة قدام لما المكان يتغير حضرتك حتشوفيه صورة زي دي وتقولي المكان بس كان عامل ازا ده اللي انا كنت عايزة وصله طيب تحب توجه رسالة لحد معين احب يعني شكر رسالة شكر احب اشكر والدي والدتي يعني واخوتي ويامن وصحابي مين فيهم كان دعم لك اكتر من اهلي والدك ولا والدتك لا والدتي والدتي دايما بتدعمني وبتساعدني بتساعدني بجميع الاحوال ماديا كمان كانت بتساعدني اول ما بدأت ان انا اشتري كمانا محمد احنا انبسطنا جدا معك في حلقتنا النهاردة واشوفكم في حلقة جديدة مع حلم جديد فبنا يخلي حضرتك شكرا لحضرتك